على هذا الفراش قضت ملاك المقداد المقيمة في منطقة صبرة وبحسب الرواية الرسمية فأن زوج ملاك المدعودي بالغوش طعن ملاك بسكين في بطنها قبل أن يقدم على خنقها وأفادت المعلومات الأمنية بأن الجاني والضحية ثبت طاعاتهم المخدرات جارة هذه العائلة تروي كيف شاهدت الضحية قبل وفاتها مرأت هي من حد قالت له يا ملاك حبيبي شو يشبك قال ماشي تعبيني أنا تتاعد رتح يا حدي على الكرسي قالت لي أوكي حامل كيس وشنطة قالت لي بدي قلون مي خالتهم مار أنا دايخة شوية وتعباني قالت لي يا قلت لي من دي يحمل لي قلون المي قالت لي لا ببعتلك حدا لقيت زراء بعينها منه وما حبيبي قالت أنا بلكي شغلي خصوصياتي ما لي خصي أنا يعني عرفت كيف بعدين وقت سمعته والخصوص وأنا رحت على أنا وكنت على وزيعي جبنا الفرشات وجينا لقيت من تمين العالم سألنيهم قالوا إنه مرت دادو قيت لي حالة ركضت أنا حطيت غطى الصلاة جيت دا السيطة كانوا الشبابون قالت لي هاي دي ميتة والدة الزوج لا تنفي تعاطي ابنها المخدرات ولكنها تزعم أن زوجته كانت مطعونة قبل وصولها إلى المنزل إذ لم يشهد أحد أثار دماء على فراشها أجل عندي بعد الظهر قال لي ماما أنا ما بدي ملأك بقى بالبيت عبتعمل لي مشاكل نحل حد هون قال لي ماما حارب عشان ابنك وطول بي لك وهي مهم حمل حاله ونزل رجعت لها بعد قال لي قومي قومي ماما قتلت حالة بالسكينة مش قتلت حالة عورت حالة بالسكينة مثل العادي قلتها بالعادي يعني تعمل هيك هي عندها قبل عادي قبل مشبه قبل عالمرة لأنه رب يشهد على كلامي شطبت حالة عندي بقلب البات وصفها دمها منتركتها فلت أنا هي وقلو كانوا كمان على القنين هي كل مرة بتعمل هيك إنه هايدي أكلي قتلي من حدا وطارقينها السكين ومصفها دمها هايدي البنات ومشيتها على البيت وجافها جوزا بحكاة ولا ما بحكاة عم تشرب درا عيت عليها بالأحرى تخانقه وحمل حاله دهر من البيت وقبل بيام كان كام تخانقين مشاكلين ضربها وضرب أختها طب هو بيدربها قبل بيدربها سبني من مش هالدرجة بيدربها سبشها فتسأل كل الجيران عننا ابني بعصب بس هاكي بش إنه طب الحكي إنه تنعنتهم بتعطوا مخدرات هلا أنا ما فين أقول بتاعنا بتتعطى مخدرات أنا ما بحط بالزمت هي كانت تتعطى بالقبل بس إذا بعدها ما شفتها ابنيك ابني أبي شرب بشرب سيرفيا ابني كل عالم تعرف هاي تشوطب اللي كانت هون وقت الجفناء هون حتى شقفة علا كانت يعني جاي هي وحتى الشقفة ومع اللي هيك البنطلان يعني ما تروها من بره وجاي رفض والد الضحية ملاك الحديثة إلى الكاميرا بعد التواصل معه في حين تطالب والدة الزوج المتهم بإعادة تكليف طبيب شرعي لتحديد وقت الطعنة أنا بدي إعادة تحيلة قبل يتحق معه من أول وجيد لأنه هي جاي مسفة دمه وبيدي طبيب شرعي يقشف أي ساعة ما تروها سكين كرامتها الطفل اليتيم السيرفيا كانت سبب هذه الجريمة وهي نوع من الحشيش تباع في أكياس شكلها كنبتة الملوخية ثبت أن لها مفعولا أشد تأثيرا وضررا من باقي المخدرات وبنتيجة هذا التعاطي تيتم ابن الأربعة أشهر الذي خسر والدته في حين يقبع والده في السجن هادي الأمين قناة الجديد